التراجع الغربي يشجع روسيا على السير إلى نظام عالم جديد متعدد الأقطاب كيف ذلك؟ تقول العرب اللندنية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتمتع بالقوة والمرونة في مواجهة العالم الغربي وهو ما يتيح لها الاستمرار في مسعاها للدفع نحو نظام عالم جديد متعدد الأقطاب على أنقاض النظام ذي القطب الواحد الذي تأسس ما بعد سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة ويقول مراقبون أن تدخل الروسية في أوكرانيا أثبت محدودية خيارات الغرب في مواجهة صعود روسيا ليستعيد دورها كلاعب رئيسي في عالم متعدد الأقطاب وفي الوقت الذي تتقدم فيه روسيا ميدانيا وتفرض شروطا خاصة في موضوع الغاز خفى صوت الغرب الذي كان يلوح بوقف التقدم الروسي وبدلا من أن تتحول الحرب إلى حرب أقطاب تم ترك أوكرانيا بمفردها تواجه حربا غير متكافئة وتنكر الغرب لأبسط وعوده من بينها عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي وتحدث بوتين أمام منتدى سان بوتروسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يعقد هذا العام دون أي مشاركة غربية تقريبا وتطرق مرارا إلى موضوع سيادة روسيا في نظام عالميا جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة